السلام عليكم طلاب وألا وسلم بكم بالمحاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات الكيمياء للثالث المتوسط احنا اخذنا بالدرس السابق رميز زويس وعرفنا شون نكتب رميز زويس للعناصر وبعدها اخذنا جدول الدوري وعرفنا انه احنا عدنا شقاة اربع تجمعات للجدول الدوري اللي هو تجمع S و B و D و F وبعدها اخذنا شون انطلع رقم الزمرة ورقم الدورة للعناصر اوكي شباب زين اليوم محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي الخواص الدورية طبعا الخواص الدورية لا تخلوا اسئلة الوزارة من عدة ممكن يجيك على شكل فراغ او تعريف او مسئلة او شرح اوكي شباب فانت بكل الاحوال اتضبطها ان شاء الله ويائب بهاي المحاضرة زين احنا عدنا الخواص الدورية خمس خواص اوكي شباب اللي هو شنو عدي نصف القطر الذرة او ممكن نسميه شنو الحجم الذري وعنده طاقة تؤين وكذلك الالف الالكترونية والكهراء السلبية والخواص الفلزية واللافلزية اوكي شباب او كم خاصية خمس خواص زين هس رح نحن ناخذهم بالتوصيل عند اول شي قبل ناخذهم عند هذا الجدول لخصت لكم على مودات خربط اوكي شباب او كم خواص الدورية اوكي شباب وهنا عندك تأثيرها بالدورة الواحدة وكذلك بالزمرة الواحدة استاذ شون يجيني السؤال على هذا الجدول سأقلكم شون يجيك السؤال ماذا يحدث اوكي ماذا يحدث لنصف القطر اوكي بزيادة العدد الذري في الدورة الواحدة تجعل الدورة الواحدة شرح يصير به نصف القطر يقول اوكي شباب زين نجي نعيد من جديد ماذا يحدث لنصف القطر بزيادة العدد الذري بالزمرة الواحدة ممكن يقول لك بالدورة الواحدة وممكن يقول لك شنوه بالزمرة الواحدة نجعل الزمرة وهذا نصف القطر شرح يصير به بالزمرة يزداد نصف القطر زين نجي اللي باعتها ماذا يحدث للخواص الفلزية بزيادة العدد الذري في الدورة الواحدة هاي الخواص الفلزية وهاي الدورة الواحدة شرح يصير به راح يقل زين اذا عندك بالزمرة الواحدة شرح يصير به لأنَّ ل stereoty Val A عندنا نافذ ملاحظة إذا نصف القطر بزيادة العدد الذري بالأدلةPe سيقل إذا كانت ذي رمياته إذا بالنقصان العدد الذري سيزداد إن شاء الله واضح شباب نجيز هذه الملاحظة إذا عدنا بزيادة العدد الذري سيقل إذا قلت لك بنقصان العدد الذري سيقل إذا بالنقصان سيزداد إن شاء الله واضحة وبسيطة نأخذها بالتفصيل عندنا نصف القطر نصف المسافة بين نواتين ذرتين متماثلتين متحدتين كيميائية ما هو المقصود بهذا التعريف؟ عندنا هذه ذرتين ذرتين هايدروجين هايدروجين عدد الذري واحد وهي كذلك الهايدروجين عدد الذري واحد لماذا اختارت ذرتين مشابهات؟ لأنه يقول لك نواتين ذرتين متماثلتين يعني مشابهات هاي هايدروجين وهي هايدروجين عندك أبسط مثال هايدروجين أخذته متحدتين كيميائيين هنا أعدي رسم الذرة الملية هايدروجين عنده هسه نرجع للتعريفات يقول لك نصف المسافة بين نواتين ذرتين عندها هايد نوات هاي النوات و هاي النوات شعدي؟ عدي مسافة أوكي؟ هو شين يريد؟ يريد نصف المسافة أوكي؟ يريد نصف يريد نصف المسافة هاي شين هو عدي؟ نصف المسافة بين نواتين ذرتين أوكي؟ متماثلتين يعني هيدروجين بهايدروجين أوكي؟ متحدتين كيميائيا تمام شباب؟ طبعا هذا الرسم أوكي للإطلاع أنت مطالب بس بالتعريف إعني نرى الأسائلة الخاصة بنصف القطر ما الذي يحدد حجم الذرة؟ إن الذي يحدد حجم الذرة هو نصف قطرها ويتحدد نظريين بآخر مستوى مجغول بالألكترونات أوكي شباب؟ شين يقول إن الذي يحدد حجم الذرة هو نصف قطرها وبالدليل شينه عندي؟ ممكن نسميه نصف قطر الذرة ممكن نسميه الحجم الذري أذكر طريقة تستخدم لقياس نصف القطر الذري أن أحد الطرق المستخدمة لقياس نصف القطر الذري هي قياس المسافة بين نواتين ذرتين متماثلتين ومتحدتين كيميائيا يعني التعريف نمسيتها عادة ثم قسمة المسافة المقاسة على أثنين نفترض أن المسافة كاملة بين هذه النوات و هذه النوات نفترضها عشرة إذا أنا أريد نصف القطر أريد نصف القطر وما سأقوم بها؟ ثم قسمت المسافة المقاسة على أثنين نقلنا أن المسافة كاملة عشرة هذه العشرة أقسمها على أثنين وما سيطلع لي؟ سيطلع لي خمسة وهذه الخمسة ما معناته؟ نصف قطر الذري شباب نرى بعد ما نعدي من أسئلة ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ نصف القطر الذري بزيادة الأعداد الذري في الدورة الواحدة ما سيصير بنصف القطر بالدورة الواحدة؟ نرجع لجدول اللي أخذناه بالبداية أوكي شباب ما سيصير به؟ رح يقل يقل نصف القطر الذري بزيادة العدد الذري هيت يكون جوابك زيق سواء اللي بعدها العناصر ضمن الدورة الواحدة يقل نصف قطرها كلما تجهنا من اليمين إلى اليسار أوكي؟ أي بزيادة العدد الذري زيق ممكن يقل لك من اليمين إلى اليسار وممكن يقل لك بالدورة الواحدة أوكي؟ دعونا نرى ما هو الجواب لأن قوة الجذب بين الألكترونات تزداد ضمن المستوى الرئيسي الواحد مع الشحنة الموجبة للنوات بزيادة عددها فيه سيارة القطر الآن ما هو الجscheات الألكترونات سيدنا بينما عندك النموات تكون دائماً شحنة شنوة موجبة عدي شحنة موجبة وعدي الكترونات سالبة فماذا سيصير بيناتهم شنوة قوة جذب سيصير بيناتهم شنوة قوة جذب السؤال اللي بعده ماذا يحدث لنصف القطر الذري بزيادة اعداد الذرية في الزمرة الواحدة ماذا قال؟ قال بالزمرة قبل شوية شنوة اخذنا بمن؟ بالدورة احنا بالدورة سيصير بي نصف القطر سيقل اذا بالزمرة سيصير بيه سيزداد يزداد نصف القطر الذري بزيادة العدد الذري تمام شباب؟ وهذا كان السؤال نفسي تموجود بمن؟ بالجدول في الزمرة يزداد نصف القطر كلما اتجهنا من الاعلى الى الاسفل في الجدول الدوري وممكن يقول لك من الاعلى الى الاسفل وممكن يقول لك شنوة بالزمرة الواحدة سوف نرى ماذا سيصير بيه بسبب ابتعاد الالكوترونات الخارجية على النوات تمام شباب؟ عندها شنوة مثال واحد اثمعش رتب عناصر التالية حسب الزيادة بانصاف اقترات ذري وعدد عناصر قبل كل شباب اول ما نرى هذه نوعية من الاسفل ما سوف نقوم بترتيب الالكوترونات بعد ما سوف نقوم بتحديد الغلاف الاخير وتطلع من عندها رقم الزمرة ورقم الدورة اوكي شباب؟ وعند هنا شنوة؟ شرط بسيط كل العناصر مشابهات لو بالزمرة لو بالدورة ما تقبل القسم على اثنين لو مشابهات لو بالزمرة لو بالدورة اذا طرعا ما مشابهات لو بالزمرة بالدورة اوكي شباب؟ ستعيد السؤال من جديد لنحلك به غلط اوكي شباب؟ ما عدا سؤال واحد سنأخذ بيه بأسئلة الفصل هذا شوية بفكرة نقدر نقول عليه شاذ وبعضها ما سوف نقوم بترتيب السؤال سوف ترتب العناصر حسب الزيادة بانصافة اختارها تعالوا يا شباب لن ننسل عد العناصر عنده اول عنصر الليثيوم ثلاثة دعونا نرتبها ترتيبها واحد اس ثنين ثنين اس واحد ثلاثة طلع لنفسي ته العدد الذري الاكسجين الثماني واحد اس ثنين ثنين بي اربعة اربعة لنفسي ته العدد الذري الطانية اللي هو ثماني يلا واحد اس ثنين ثنين اس ثنين ثنين بي شقات عدي ثنين اوكي شباب شقات صار عدي صار عدي ستة ونفسي ته الطانية شنوى العدد الذري اللي هو ستة يلا عدي الاف تسعة واحد اس ثنين ثنين اس ثنين ثنين بي خمسة اوكي شباب خمسة واربعة من نفسي ته العدد الذري الطانية اللي هو تسعة على ما الذي نรكم الغلاف الأخير تمام الشباب ؟ من استخدام الرقمة واحد كيف من استخدام الرقم الزمرة ؟ رقم الزمرة يكون من أولي يعني ما هو الزمرة الأولى؟ يا دورة الدورة الثانية؟ يعني انصر اللي بعده عند هماتين كذلك الزمرة والدورة يا زمرة هاي 2 و 4 يا دورة الدورة الثانية العنصر اللي بعده الزمرة الرابعة يا دورة الدورة الثانية الدورة الثانية العنصر اللي بعده يا زمرة هاي الزمرة السابعة الزمرة السابعة يا دورة هاي الدورة الثانية الدورة الثانية شباب دعنا نعيد رقم الزمرة ورقم الدورة خاف واحد ما مفتهمة طبعا رقم الدورة هنا يكون هنا يكون بينما رقم الزمرة ورح يكون كون فوق إذا عندي سوبي رح نجمعها يعني 2 زاد 5 طلع لي 7 بالنسبة للرقام الجو 2 ب2 ما رح نجمعها طلع عدد شنو الدورة الثانية حسنا نجي نشوف كل العناصر من الشابهات بمن؟ وبرقم الدورة ما رح نعدي؟ الدورة الثانية تمام شباب؟ كل العناصر من الشابهات بالدورة الثانية ما رح نجمعها؟ ما رح نجمعها بالدورة؟ ما رح نقول؟ أكبرهم أصغرهم يعني ما هو أكبرهم أصغرهم؟ أكبرهم بالعدد الذري هو الذي سيكون أصغرهم من أصغرهم؟ أصغرهم بنصف القطر شباب جيد ما رح نجمعها؟ لدي أول شيء منواة ليثيوم سوف ننزل ليثيوم عدد الذري ثلاثة ثم منواة C ثم منواة O ثمانية ثم منواة F ثم منواة F ثم منواة F الأستاذ قال لي أكبرهم هو الذي سيكون أصغرهم وهذه إعلامة الأكبر أكبرهم بالعدد الذري هو الذي سيكون أصغرهم يعني ما هو الثال؟ يعني الليثيوم أكبر من الكاربون والكاربون أكبر من الأوكسجين والأوكسجين أكبر من ألف لور تمام شباب؟ إن شاء الله سهلة وواضحة عند الثالث تمرين 1-13 رتب عناصر التالية حسب الزيادة بمن؟ بأنصاف أقطارها الذري مثل ما قلت لكم أولاً رتب ترتيب الإلكتروني بعدها سأذهب ونذهب إلى الغلاف الأخير ونطلب منها رقم الزمرة ورقم الدورة الأستاذ قال لي لدي شرط بسيط يا أم يكون المشابهات لو بالزمرة لو بالدورة أوكي؟ جيد وبعدها رتب هنا حسب الزيادة بأنصاف أقطارها جيد عند الثالثين العناصر أول شعد بي أربعة 1s 2s 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 4s 1s 2s 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 6s 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 4s 10s 3s 2s inadvertد 1s 2s 1s 2s 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 3s 2s 3s 3s 2s 2s ستة. صار عدة عشرة. اوكي شباب. زين. عشرة وثمانية. ما قد صار عدي? صار عدي ثمنتعش. يعني ما راح اقل لي? اقل لي فور اس ثنين. نجي هسا شنوى? نحدد الغلاف الاخير. هذا عدي الغلاف الاخير. وهذا الغلاف الاخير. وهذا هما هتنا عندي شنوى? الغلاف الاخير. هسا شنوى هنطلع? نطلع رقم الزمرة ورقم الدورة. مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة. يلا. الزمرة. وعندي الزمرة. ها هي يا زمرة الثانية. اوكي. الزمرة الثانية. زين. يا دورة. الدورة الثانية. تمام شباب؟ نصر اللي بعدها. الزمرة. اوكي. الزمرة. زين. يا زمرة هاي. الزمرة الثانية. نجعل هذا العنصر الاخير. يا زمرة هاي. الزمرة الثانية. الزمرة الثانية. يا دورة هاي. الدورة الرابعة. حسنا نرى يكون المشابهات برقم الزمرة لا برقم الدورة ما نعدي؟ مشابهات برقم الزمرة هذه الزمرة الثانية وهاي كذلك الزمرة الثانية الأستاذ قال لي إذا مشابهات برقم الدورة مثل اللي لديك بالمثال السابق سنقول أكبرهم أصغرهم بس إذا مشابهات برقم الزمرة ما سنقول؟ نقول أكبرهم هو اللي رح يكون أكبرهم أوكي شباب؟ خلنجي عندي أول شيء C A اللي عدي الكاليسيوم عدي عشرين زيان بعدها من هو ال M G ال M G عدي عدي معاش أوكي بعدها من هو ال B E عدد الذرة أربعة وهي علامة الأكبر تمام شباب؟ علامة الأكبر أكبرهم هو اللي رح يكون أكبرهم يعني شنوى؟ عندك C A أكبر من M G وال M G أكبر من شنوى؟ من ال B E إن شاء الله واضحوا سيهلة شباب حسن نجي شنوى؟ على ثانية خاصية من الخواص الدورية من وعد طاقة التعييم دعوني شنوى تعرف أنها مقدار الطاقة اللازمة لنزع الكترون واحد من مستوى الطاقة الخارجي لذرة عنصر معين متعادلة الشحنة في حالتها الغازية كما في تأيين ذرة الصوديوم دعوني نشوف عندها هذه المعادلة ذرة الصوديوم عرضناها طاقة التأيين سحبنا من عندها الكترون اللي هو هذا سيكون تمام شباب؟ أستاذ ما فيعمل التعريف وضح لها بعض أكثر هس سأجاء وضح لكم عندها شنوى؟ هس هاي نحتبرها شنوى؟ ذرة الصوديوم عدد هالذرة عدد هالذرة عدد هالذرة 11 هنا عدد نرسم لها الذرة اللي هي هاية اوكي بالنظر تكون عدي النوات اللي هو عدي بروتونات موجبة وكذلك شنو عدي نايترونات متعادلة الزيب الغلاف الأول يحتوي يحتوي على الكترونية الغلاف الثاني يحتوي ثمانية الكترونات بينما عندك الغلاف الثالث ما يحتوي؟ يحتوي على الكترون واحد تمام شباب؟ زيب هس يحسي لك سؤال عندك الغلاف الأخير من الأسهل انه يكتسب سبع الكترونات لو هذا الكترون سيفقده من الأسهل إذا جاوبنا تقول الأستاذ هذا الكترون يفقده يقول لك عاشة ايدك اوكي؟ زيب خلنشو شنو بعتها زيب هذا الكترون من رح يفقده ما سيصبح عدي؟ او ما سوف نفقده؟ خلن نفقده بطريقة عشوائية بمن نفقده؟ نعرضه بمن؟ نعرضه بطاقة التأيين سوف نرى ما هي النتيجة سوف تضطينا هذه النتيجة ذرة الصوديوم خالية من هذا الكترون من هذا الكترون أستاذ الالكترون من راح؟ هذا هذا حسب المعادلة تمام شباب؟ ذرة الصوديوم حتى ما هو الكترون بمن؟ بالغلاف الخارجي تمام شباب؟ ما عرضنا لها؟ طاقة التأيين هذا الكترون هو الغلاف؟ ما هو الكترون؟ ما هو الكترون؟ هذا الكترون جيد عندنا هنا أسئلة تخص بمن؟ طاقة التأيين عندنا هنا تعليل تمتلك عناصر النبيلة أعلى طاقة التأيين من السبب؟ لأنها لا تفقد الكتروناتها بسهولة تمام شباب؟ جيد هنا ن resting ثلاثة توآل ماذا يحصل لطاقة التأيين بزيادة العداد الذرية في الدورة الوحظة؟ إذا كنت تعليل ما؟ شير الجاد livelihood بدأت المحاظرة بالأوتحة آخر لن أريد ممكن طاقة التأيين بزيادة عدد الذرية كما نحن نظر بدلا لنا رأي ذلك نظر كما صادر حتى طاقة التأيين استبعون لا يجرون يقول لك العناصر في الدورة الواحدة تزداد طاقة تعينها بزيادة عدد الذري بسبب زيادة الشحنة الموجبة ضمن النوات وبقاء الالكترونات في نفس مستوى الطاقة الخارجي فتزداد بذلك قوة الجذب على الالكترون من قبل الشحنات الموجبة للنوات نفس ما حتيت بنصف القطر أنا عندي شنوة الالكترونات سالبة وعدي النوات شنوة شحنتها تكون شحنتها موجبة فما سيصبح بناتهم قوة الجذب خشو السؤال اللي بعده ماذا يحدث لطاقة التعين في الزمر الواحدة؟ نحن قلنا بالدورة ما سيصبح بها؟ ستزداد بينما عندك بالزمره ما سيصبح بها؟ ستقل مثل ما أخذنا بمن؟ بالجدول اللي أخذناه بالبداية السؤال اللي بعده إن العناصر في الزمر الواحدة تقل طاقة تعينها بزيادة عدد الذري ماذا السبب؟ بسبب التعادة الإلكترونات الأغلفة الخارجية عن النوات مما يسهد فقدانها إذن عندنا هنا تعليل تعليل مهم ووزاري طاقة التعين أنسبعة أكبر من طاقة التعين شنوة؟ الأوثمانية ورغم أنهما يقعان في نفس الدورة يقول لك أن الأن سبعة طاقة التعينها أكبر من طاقة التعين الأوثمانية على الرغم أنهما ثناتهم يقعان في نفس الدورة السادة، شون يقعان في نفس الدورة؟ تعال، أول شيء خرجت بالترتيب الألكتروني ونشوف عدي الأن سبعة وعدي الأو ثمانية واحد أس ثنين ثنين أس ثنين أوكي؟ ثنين بي شغل ثلاثة ثلاثة وأربعة طلع عدي السبعة حسنا نجعل الأو ثمانية واحد أس ثنين ثنين أس ثنين ثنين بي أربعة تمام شباب؟ نرجع للسبب لأن الغلاف الخارجي مال من هو؟ مال الأن سبعة أوكي؟ ينتهي بالغلاف الثانوي ثنين بي ثلاثة صح له غلط؟ أوكي؟ نحن نعرف أن البي تشبع بشنوى؟ تشبع بستة ألكترونات هذا خذاب يا محاضرة بالمحاضرة أولى من الفاصل أول أوكي؟ تشبع بشغل؟ تشبع بستة ألكترونات هنا عنده شنوى؟ الأن سبعة منتهى بشنوى؟ بثنين بي ثلاثة ثلاثة وستة يعني شنوى نصها؟ نستطيع أن نتعرف نصها؟ نصوف مشبعة إذا ستة يعني هذلك مشبعة إذا مفترض إذا تلاثة باعتبارها شنوى؟ نصوف مشبعة تمام شباب؟ بينما عندك الأو ثمانية ينتهي بشنوى؟ ينتهي بثنين بي أربعة أوكي؟ وغير مشبعة أكي؟ بينما عندك الأو الثمانية ينتهي بشنوى؟ بالغلاف الخارجي الثنين بي أربعة يعني يعتبر غير مشبه تمام شباب نجحة على الألف الإلكترونية الألف الإلكترونية سنرى تعريفها تعرف بأنها قابلية الذرة المتعادلة كهربائية في حالتها الغازية على اكتساب ألكترون واحد وتحرير مقدارا من الطاقة كما في ذرة الفلور عند هذه المعادلة تمام شباب أول شي أشرح لكم شن التعريف على ما تفتهم من المعادلة شوان صارت بهاي الشكل عندها هاي ذرة الفلور هاي ذرة الفلور عدت ذرة جقلت تسعة رسمنا لها الذرة لدينا شنوى البروتونات شنوى عدي موجبة وكذلك عدي نايترونات متعادلة إذا أجينا ورسمنا لها الذرة رح نشوف الغلاف الأول بألكترونية تمام شباب زيان الغلاف الثاني رح يصبح بسبع عليكترونية سبع وثنيا رح يطالع عدد الذرة نوسيتها تسعة زيان نحن نعرف أن الغلاف الثاني شبع بشقات شبع بثمنة الكترونات هسي أجي وسئلك من الأفضل هاي السبع الكترونات أفقتها لو أجيبها نشقات الكترون واحد من الأفضل إذا تقل لي أجيب من الكترون واحد أقل لك عاشد إيدك زيان الكترون هالما رح نجيبه عن طريقة الافة الالكترونية جبنا للكترون أوكي نفسي تذرج الفلور أوكي ولكن شنو هسي صار عدي اكتسب الكترون واحد تمام شباب زيان هنا عدك من اكتسب الكترون واحد صار بحرر طاقة هكذا شباب نقل لها زائد طاقة تمام شباب ذرة الفلور رسمنا لها الذرة تمام بعد ما رسمنا لها الذرة شفنا أنه هي تحتاج الكترون واحد بمن بالغلاف الثاني زيان هذا الالكترون وفرته إليه زيان بس ناشرة تسوت حرارة الطاقة تمام شباب نفسي تل معاقلة عند درة الفلور جبت لها الالكترون أوكي بس من جبت لها الالكترون صار بها حرارة الطاقة شاء الله تكون وافحة وبسيطة طبعا هذا الرسم كلما مطلوب معدكم مطالبين بس بالتعريف والمعادلة خلنشوف هسا الاسئلة الخاصة بالالفة الالكترونية عندنا هنا سؤال ماذا يحدث للألفة الالكترونية للعناصر بزيادة العدد الذري بمن في الدورة الواحدة نرجع لمن للجدول نفسي لازم مفروض نحن حافظين ماذا يحدث للألفة الالكترونية للعناصر بزيادة العدد الذري في الدورة الواحدة ستصبح راح راح تزداد ماذا يحدث للألفة الالكترونية للعناصر بزيادة العدد الذري هسا شنوى قال لك بالزمرة قبل شوية شنوى قال لك بالدورة بالدورة شنوى ستصبح بالالفة الالكترونية راح تزداد أوكي بينما عندك بالزمرة شنوى راح تقل عندنا هنا تعليل علّة تعتبر العناصر النبيلة أقل للعناصر لها الفة الالكترونية لماذا؟ لأن من الصعوبة أضافة الالكترونات لها هسا راح اوضح لكم هذا التعليل عندي من العناصر النبيلة من هليوم وكذلك النيون والأورغون هذا سيكون مثال علي هذا مثال محلول أنت غير مطالبي مجرد للإطلاع لماذا وضح لكم هذا التعليل عند الهليوم وكذلك النيون والأورغون تمام شباب أول تبنى لهم ترتيب الكتروني تمام بعت رسم لهم الذرة شفنا أن الهليوم هو عدد الذرة اثنين إذن الغلافة الأول اثنين يعني عدد الكتروني التعليل لأن من الصعوبة أضافة الألكترونات لها لأن هذا وعد الغلافة الأول بألكتروني مشبع يعني من أخلي الألكترونات بألكترونات لذلك من الصعوبة أضافة الألكترونات لها حسنا وبدأ النائو نائو عدد الذرة 10 الغلافة بثنين 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 ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية تمام شباب؟ الغاف الثاني بيثمن إلكترونيات إذن من الصعوبة أضافة الإلكترونيات لها وهذا الحاجة نفسه سيطبق علمة على الأرقون 18 هذا المثال علمة للإطلاع هذا غير مطالب بيبس مجرد أوضح لك شنوى أوضح لك التعليل شوان صار هنشوف اللي بعد عند الكرة السلبية تعرفها هي شنية الكرة السلبية هي قدرة الذرة على جذب إلكترونات التعاصل نحوها في أي مركب كيميائي تمام شباب؟ عند أبسط مركب كيميائي هسا إيجاب بالي اللي هو من هو الـ H F نعرف أنه الـ H عدد الذر جيت واحد والـ F عدد الذر جيت تسعة تمام؟ نجي هسا رتبهم ترتيب إلكتروني هذا شرح يكون الـ H 1 S 1 بينما عندك الـ F ما سيكون ترتيب الإلكتروني؟ 1 S 2 2 S 2 أوكي 2 B ماذا قدرت بقعة D؟ بقعة D 5 أوكي هسا النجاجين نسوي نكتب له مرمز زويس طبعا الرمز زويس على من يحتمد؟ يحتمد على الغلاف الخارجي أوكي؟ عند هذا الغلاف الخارجي عدد هذا الغلاف الخارجي زين الـ H إذا أردنا نكتب له رمز زويس فشو رح يصير؟ رح يصير بغاية الصيغة على كتروني واحد أجاب بينما عندك الـ F إذا نكتب له شنوى؟ رمز زويس فشو رح يكون؟ رح يكون بغاية الصيغة يلا عندك خمسة واثنين حقا صار عدد يصار عدد سبعة يلا واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تمام شباب؟ احنا عندي الفلور بقالة شنو؟ بقالة بس إلكترون واحد ويشبع تمام شباب؟ زين هذا الإلكترون مين رح أجيبه على مدخل الفلور يمتلك بالإلكترونات؟ مين رح أجيبه؟ رح أجيبه من الهايدروجي زين شون بيصيغة؟ انت طبعا هذا الموضوع رح تتوسع به بيصف بصف الخامس عدادي زين خلنا نشوف شون رح يصير عنده ثاني الـ H اوكي؟ هنا عندي الف نجي ننزل هسا أي الكترونات من المنوة مات الـ F عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمام؟ هنا رح تكون شنوة؟ آسرة رح تكون آسرة بيناتهم عندنا الآن الكترون واحد عندي هنا الكترون واحد من رح تجلبينه الكترون الثاني؟ ستجلب من الهايدروجي هنا عندك الـ F صار عده شنوة؟ صار عده ثمان الكترونات من سحب هذا الالكترون؟ سحب الالكترون المية من الهايدروجي نجعل تعريف موليتنا هي قدرة الذرة على جذب الكترونات التأصل نحوها في أي مركب كيميائي ان شاء الله تكون ماضحة طبعا هذا انت غير مطالب بس للاطلاع اوكي انت مطالب بس بالتعريف انا سأشراع لك شون صار التعريف تمام شباب هنشوف الاسئلة الخاصة موضوع الكهرة السلبية ماذا يحدث بالكهرة السلبية للعناصر بزيادة عدد الذري في الدورة الواحدة نرجع لجدول مالتنا اللي اخذنا بالبداية ماذا يحدث للكهرة السلبية راح تزداد بعد تزداد الكهرة السلبية كلما زاد العدد الذري نجد السؤال ماذا يحدث بالكهرة السلبية للعناصر بزيادة العدد الذري بمن؟ حيث يقال بالزمرة الواحدة اذا بالدورة راح يزداد اذا بالزمرة شعر السلبية راح يقل عندنا ملاحظة يمترك الفلور أعلى كهرة السلبية مقدارها 4 إن شاء الله وافحة وبسيط ما عندكم شي بها نحن نعدي خواص الفلزية واللافلزية طبعا خواص الفلزية واللافلزية خاصتها لكم على شكل شنوة معلومات بسطتها لكم بسطت ما يكون أنتو بالكتاب شوية على شكل شرح وشوية موافعة عندكم هسا راح يجعب الضحاء لكم بابس الصورة نحن عندك يقول لك كل ما زاد العدد الذري لذرات دورة واحدة تقل الخواص الفلزية خلنا نشوف الدورات عنده هاي الدورة الأولى هاي الدورة الثانية دورة الثالثة هاي الدورة الرابعة المثال Îنأخذ الآخر نعم كلما زاد العدد الذري لذرات دور مواحدة تقل الخواصة في ز settled نحن عندما ما هو الدورات حتى السطول بينما زمراء كيف ستتكون كيف ست Lebanon هاي تف kidney كلما يعجل عدد الذري لذرات الإشرارات دورة واحدة تقل الخواص الفلزية أبسط مثال سنأخذ الدورة الثانية دورة الثانية عندك ليثيوم 3 البي اي 4 البي اي 5 C6 وهكذا بقية العناصر نرى الأعداد الذرية لقد أزداد كلما تزال العدد الذري لذرات دورة واحدة تقل الخواص الفلزية تمام شباب؟ كلما تزال العدد الذري ما ستحدث بين الخواص الفلزية؟ ستقل وتزداد الخواص اللافلزية نرجع من جديد كلما زاد العدد الذري الخواص الفلزية راح تقل بينما عندك الخواص اللافلزية راح تزداد ملاحظة اللي بعثها كلما زاد العدد الذري الذرات زمرة واحدة تزداد الخواص الفلزية وتقل الخواص اللافلزية كلما زاد العدد الذري الذرات زمرة واحدة هذه عدة زمرة مثال عدد الزمرة الأولى 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 نرى العدد الذرية تزداد كلما زاد العدد الذري لذرات الزمرة واحدة تزداد الخواص الفلزية كلما زاد العدد الذري تزداد الخواص الفلزية بينما عندك الخواص الفلزية ستقل جميع عناصر الزمرتين الأولى والثانية في الزمرة جميع عناصر الزمرتين الأولى والثانية في الزمرة ما عدا عندك من هو الهايدروجين وكذلك الهيليوم ما سيكون؟ سيكون لا في الزمرة سيكون لا في الزمرة لأن هنا يوجد غاز الهايدروجين وغاز الهيليوم وهذا شباب عقل مع الناصر الزمرتين الساسة والثانية ماذا ستكون؟ نجعل الزمرة الساسة والثانية هذه الزمرة الساسة والثانية ماذا ستكون؟ بقية الخواص الزمرة تتراوح بين الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات في الدورة الأولى لدينا الهايدروجين وكذلك لدينا الهيليوم قبل كمية قلت لكم عليها الملاحظة لدينا الهايدروجين وكذلك لدينا الهيليوم دعوكم معلومة بسيطة من تسمع كلمة فلز أو فلزات ما هي معناتها؟ فلز معناتها معدن فلزات معناتها معادن ما هي معناتها زمرة؟ معناتها مجموعة فإن المصطلحات تغلب عليك الدورات الأربعة التي بعدها تكون انتقالية تدريجيا من الخواص الفلزية إلى الخواص اللافلزية تمام شباب؟ يعني عندها الدورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة دورات الأربعة التي بعدها ما ستكون؟ تكون انتقالية من الخواص الفلزية إلى الخواص اللافلزية الملاحظة التي بعدها يقول لك الدورة السادسة جميع عناصرها فلزات احدعش الوض counter وعندها دورة السادسة تمام شباب؟ تمام شباب؟ الستاتين سيكون شبه فلس بينما عندك الراديون سيكون سيكون لا فلس تمام شباب؟ إن شاء الله واضح يقول لك الدورة الساسعة جميع عناصرها في الذات عدا منوى الستاتين الات 85 سيكون شبه فلس عدا منوى دي؟ عدا الراديون عدد درجة 86 سيكون لا فلس الدورة السابعة جميع عناصرها فلس نجد الملاحظة اللي بعد يقول لك العناصر الانتقالية والعناصر الانتقالية الداخلية تظهر شنوى الخواصل فلسية خلينا شوين نرجع لذيش المحاضرة منوى قلنا الانتقالية والانتقالية الداخلية اللي هو عناصر بلوغ د و بلوغ أف ذرات نياتهم شنوى رح يكون شنوى تظهر عليهم شنوى الخواص الفلسية عند الساعة شنوى الواجب الواجب عندكم واضح ما بيشي كل الاشياء حتي ناهم بالمحاضرة تمام؟ هنا اعدي تعاريف هنا اعدي سؤال ماذا احدث نصف القطر الذري والكورس البية بزيادة الاعداد الذري في الزمرة الواحدة نرجع لمن الجدول مالتنا ونجاو لازم نكون شنوى مضبطين الجدول هنا اعدي تعليليين ليش طاقتين الان سابع اكبر من طاقتين الاوثمانية واخذنا عليهم المثال هنا ومثال بسيط للاطلاع واخذنا السبب ماته تعتبر العناصر النبيلة القليل العناصر لها الف الكترونية شن السبب؟ واخذناهم متين كالرك السبب نعدي فراغين قبل شوية حتيتهم الى هنا شباب تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم على ان نلتقيكم بمحاضرات قادمة في موالة فضلا منكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد ان شاء الله المرجع الالكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة